أهلاً وسهلاً بالزميلات والزملاء الأعزاء في هذا المؤتمر الصحفي الذي سنركز فيه على الإجراءات المتعلقة ببدء تنفيذ أمر الدفاع رقم 11 اعتباراً من يوم السبت القادم وكذلك آخر مستجدات الحالة الوبائية في ضوء تسجيل حالات إصابة محلية مقلكة مع الأسف خلال الأيام الثلاثة الماضية وأيضاً التطورات التي يشهدها العالم كله بموضوع تفشي وباء كورونا نؤكد مجدداً أن صحة الأردنيين وسلامتهم أولوية قصوى بالنسبة للحكومة وأن جميع الإجراءات التي نتخذها هي من أجل سلامتهم وحمايتهم وبهدف الحد من انتشار الوباء صحيح أن الإصابات التي سجلت خلال الأيام الماضية مقلقة لكن الأمور وبحمد الله ما زالت تحت السيطرة وجميع الكوادر وفرق التقصي الوبائي تعمل طوال الوقت لتتبع الحالات والمخالطين ما زالت تردنا بعض الاستفسارات بخصوص فرض حظر التجول الشامل أو تمديد عدد ساعات الحظر الجزئي وهنا نؤكد أن هذه الإجراءات مرتبطة بمصفوفة وخطة لفتح الكطاعات التي اعلننا عنها سابقاً وكذلك مرتبط بتطورات الحالة الوبائية ولا يوجد أي قرار من هذا القبيل حتى الآن وفي حال وجود أي قرارات سنعلن عنها فوراً كما اعتدنا منذ بداية أزمة كورونا ونهيب بالجميع عدم تداول أي معلومات أو إشاعات بهذا الخصوص وتلقي المعلومة من مصادرها الرسمية نجدد التذكير بأن أمر الدفاع رقم 11 الذي سيبدأ تفعيله وتطبيقه يوم السبت بعد غد يفرض عقوبات على كل منشأة لا يلتزم العاملون فيها أو مرتدوها بارتداء الكمامات أو التي تهمل أساليب الوقاية باتباع ممارسات من شأنها تعريض صحة المواطنين وسلامتهم للخطر العقوبات لمن يخالف أمر الدفاع رقم 11 تصل حد فرض غرامات مالية على الأفراد غير الملتزمين بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي وتتراوح الغرامات ما بين 20 إلى 50 دينار وكذلك فرض عقوبات على المنشآت غير الملتزمة تصل حد الإغلاق ستكون هناك رقابة صارمة على الموارسات الاجتماعية التي لا تنسجم مع إجراءات الوقاية والسلامة العامة كالتجمعات التي يزيد عدد المشاركين فيها عن 20 شخصا ولا يلتزموا بوسائل التباعد الجسدي وكذلك إقامة بيوت العزاء والأفراح والولائم وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يخالف هذه التعليمات في ضوء تطورات الحالة الوبائية أيضا أود التأكيد على أهمية استخدام تطبيق أمان الذي أثبت فاعليته في الكشف عن حالات الإصابة وتتبع المخالطين وهذا ما يسهل عمل فرق التقصي الوبائي ويساعد على كشف الحالات في وقت مبكر نؤكد أيضا أن لا مخاوف بشأن الخصوصية فيما يتعلق بتطبيق أمان فالتتبع يتم دون خرق الخصوصية على الإطلاق وأذكر أيضا أن أمامنا استحقاقين وطنيين في غاية الأهمية يتطلبان أقصى درجات الحرص والمسؤولية والحيطة لنتمكن من أدائهما وهما بدء العام الدراسي مطلع الشهر المقبل وإجراء الانتخابات النيابية في العاشر من تشرين الثاني المقبل إن شاء الله تمر هاتين المناسبتين ونحن مسيطرون على الوباء وقادرون على أن نمضي بهاتين المناسبتين بكل ثقة وبحرص ومسؤولية وبأداء من قبل كل مؤسساتنا في المؤسسات الرسمية والخاصة وكذلك وقبل كل شيء المواطنين الأعزاء أيضا هذه المؤسسات الوطنية التي مهتمة أو لها صلة بهذه بموضوع الإجراء الانتخابات النيابية وبدء العام الدراسي بدأت بالعمل كل حسب اختصاصه الدستوري والمهني وزارة التربية والتعليم بدأت بالتحضير للعام الدراسي وإعداد المناهج والكتب الدراسية وإجراءات تهيئة المدارس وتوفير أسباب الوقاية والسلامة العامة وكذلك ضمن البروتوكولات الصحية المتبعة في مثل هذه الظروف وستتواصل هذه العملية إلى أن يبدأ العام الدراسي بموعده المحدد بمشيئة الله وفي ضوء تحديد موعد الإعلان عن نتائج الثانوية العامة يوم السبت المقبل أود التأكيد أيضا على ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية وستكون هناك خطة لمنع إقامة المواكب والتجمعات والأجواء التي من شأنها إعاقة حركة المواطنين والمركبات ومخالفة تعليمات السلامة وإجراءات الوقاية وسيتولى مدير إدارة العمليات والسيطرة في مديرية الأمن العام العميد رامي الدباس الحديث عنها بالإضافة إلى إجراءات الأمن العام لتنفيذ أمر الدفاع رقمه داعش بالتعاون مع المؤسسات الحكومية قبل ذلك سنستمع إلى مستجدات الحالة الوبائية لهذا اليوم يتفضل معالي وزير الصحة دكتور سعد جابر للحديث عن هذا الموضوع شكرا لكم أسعد الله مساءكم بكل الخير عدد الحالات المسجلة لهذا اليوم 17 حالة وبالتالي يصبح العدد التراكم الكل التي دخلت المستشفيات المعتمدة في المملكة 1320 حالة منذ بدء الجائحة وقد توزعت الحالات كما يلي ست حالات من فنادق الحجر الصحي لخمسة أردنيين قدموا من السعودية وحالة سادسة طبعا السادسة قدمت من فلسطين وحالة لسائق شاحنة من مركز حدود العمري أردني كذلك سجلت عشرة حالات محلية توزعت كما يلي أربع حالات محلية في محافظة إربد مخالطين لحالات مؤكدة وتم الوصول إليها أربع حالات محلية في لواء الرمثة وهم مخالطون لحالة مؤكدة حالتين محليتين في محافظة العاصمة واحدة حالة مخالطة لحالة مؤكدة وهي من الحالات التي تم الإعلان عنها في البارحة قريبها أما الحالة الأخيرة والعاشرة فهي حالة لمقيم في أحد المستشفيات الخاصة ويجري الاستقصاء عن سبب هذه الحالة تم نقل المصاب إلى مستشفى الأمير حمزة وصل عدد الحالات المحلية منذ يوم الجمعة الماضي لغاية تاريخ وثلاث وستين حالة كذلك سجلت سبع حالات شفاء من مناطق العزل في البحر الميت وبالتالي أصبح عدد الحالات تحت العلاج لغاية الآن تسعين حالة وكنا قد وصلنا إلى أعتقد ستة وأربعين حالة سابقا قبل هذه الموجة اليوم أجريت ستة ألاف وستمائة واحد وتسعين يعني ستة ألاف وسبعمائة فحص مخبري وبالتالي يصبح مجموعة الفعوصات المخبري التراكمي الكل ستمية واثنين وسبعين ألف وثلاثمية وأربعة واربعين فحص بدون شك أن ارتفاع عدد الحالات المحلية هو مقلق جدا لكن فرق التقصي الوبائي يعني ليلة نهار تعمل يدا بيد مع الحكام الإداريين ومع الأجهزة الأمنية تم كما سمعتم إغلاق معبر جابر وحجر جميع العاملين فيه إن كان في المعبر نفسه أو في مناطق حجر مؤسسي نتأمل أن تنتهي هذه الموجة لكن بساعدنا كثير إذا المواطنين وخاصة في محافظة إربد ولواء الرمثة والمفرق والعاصمة نزلوا تطبيق أمان بساعدنا أن نتبع أكثر لغاية البارحة التسعة وأربعين مصاب كان لهم ثلاث آلاف ومئتين مخالط في قلال ثلاث أيام يعني حتى تعرفوا قديش عدم الالتزام بتباعد جسدي وهذولا أجوا على دايريكت كونتكت يعني على اتصال مباشر مما يضع الأمور أحياناً نتابع الحالات مش بسهولة لكن الحمد لله لغاية الآن الأمور تحت السيطرة نتأمل أن نقدر نصل إلى جميع الحالات فبشكركم جميعاً وأرجو من الجميع تنزيل التطبيق لتسهيل عمل الفرق وشكراً شكراً أشكرك سيدي بسم الله الرحمن الرحيم أصعد الله مساءكم جميعاً يعني زي ما تفضل أصحاب المعالي وعلى أضوء القرار الحكومي بالبدء من صباح يوم السبت القادم بتنفيذ أمر الدفاع رقم 11 لاحظنا جميعاً بدأت مديرية الأمن العام منذ صباح يوم أمس بوضع خطة انتشار أمني كاملة من خلال كافة تشكيلاتها من شرطة ودرك ودفاع المدني على كافة المنشآت والمواقع الحيوية التي تقدم الخدمات العامة للأخواء المواطنين والتي يراجعها ويدخلها الأخواء المواطنين طبعاً الهدف من هذا الإجراء أنه نحن سوف نقوم كمديرية أمن عام بمنى بتنفيذ أمر الدفاع رقم 11 وبالتالي منع دخول هذه المنشآت من قبل الأخوة المواطنين لمن لا يرتدي الكمامات ولمن يخالف أمر الدفاع رقم 11 وكما أشار معالي وزير الصحة لا بد من تكاتف الجهود حتى نحد من انتشار هذا الوباء فلذلك جهود مديرية الأمن العام مع جهود الحكومة سوف تكون متكاملة وبشكل تشاركي لتطبيق وتنفيذ أمر الدفاع بحرفية كاملة طبعاً سوف تكون هناك فرق حكومية ولجان حكومية للمراقبة والتفتيش على هذه المنشآت سوف تقدم مديرية الأمن العام ومن خلال كافة كوادرها كافة التسهيلات والدعم لهذه الفرق التي سوف تقوم بالدخول إلى تلك المنشآت ومراقبة وتحرير المخالفات لمن يخالف أمر الدفاع وسوف تكون برفقة أمنية أيضاً هذا فيما يتعلق في تطبيق أمر الدفاع رقم 11 وكما أشار معالي وزير الإعلام من توقع إعلان نتائج الثانوية العامة صباح يوم السبت القادم لذلك مديرية الأمن العام وبتوجيهات من عطوفة مدير الأمن العام أوعزت لكافة التشكيلات ووحداتها باتخاذ جملة من الإجراءات والخطط الأمنية والمرورية والبدء بتطبيقها تزامناً مع إعلان نتائج الثانوية العامة بالمباشرة واعتبار من صباح يوم السبت القادم طبعاً هذه الخطة الأمنية التي تم وضحها من مديرية الأمن العام سوف تجتمل على عدة خطط لضبط كافة أشكال التعدي على القانون والتعبير الخاطئ عن الفرح ومنع كافة الممارسات والسلوكيات الخاطئة في التجمع والاحتفال والتي تعد مخالفة كما أشار معالي لأوامر الدفاع والقرارات الحكومية الصادرة للحد من انتشار وباء كورونا وتنفيذ كافة أوامر الدفاع دون تهاون أو تمييز طبعاً الجانب الثاني اللي رح نشمله في هذا الموضوع رح نقسم خطتنا إلى ثلاثة أقسام الأول قسم رح يشتمل على منع التجمع والاحتفال حفاظاً على سلامة المواطنين وتنفيذ أوامر الدفاع الجانب الثاني من الخطة الأمنية رح يشتمل على تكسيف الانتشار الأمني والمروري في كافة محافظات المملكة لضبط المخالفات المرورية الخطرة المرتبطة بالتعبير الخاطئ عن الفرح والجانب الثالث وهو الأهم ما شاهدناه من ممارسات خاطئة في السنوات السابقة وهي مراقبة إطلاق العيرات النارية ومتابعة مرتكبيها إن وجدت لحين إلقاء القبض عليهم وضبط السلاح المستخدم لذلك هذا العام رح نشوف انتشار أمني كثيف لكافة مخونات مديرية الأمن العام ورح نشدد أكثر شيء على اللي هي عدة مخالفات وسلوكيات خاطئة منها اللي هي التجمعات منها المسير على شكل مواكب إخراج الأجسام من المركبات القيادة بطيش وتهور وغير ذلك من السلوكيات الخاطئة والمخالفة للقوانين أيضا سيتم تشديد كما أشرت سابقا على مخالفة إطلاق العيرات النارية واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بكل من يرتكب هذه المخالفات هذا العام سنقوم بتفعيل الرقابة الأمنية الإلكترونية في كافة أنحاء المملكة وفي كافة الطرق في المملكة لذلك الكاميرات المراقبة الأمنية سوف ترصد جميع السلوكيات المخالفة بالإضافة إلى الانتشار الأمني الكثيف الذي سوف يكون متواجدين في كافة أنحاء المملكة هنا أحب أن أشير وأتمنى من كافة الأخوة المواطنين لأن المنظومة الأمنية لا تكتمل إلا بوعي وتشاركية من مواطننا اللي دائما ما بيقصر معنا في تقديم الدعم لجهاز الأمن العام لذلك برجو من الجميع أنه لا يتردد بالاتصال على رقم الطوارئ 1911 للإبلاغ عن أي مخالفة مرورية أو سلوكية أي كانت كذلك يوجد لدينا في مدرية الأمن العام في مدرية العمليات والسيطرة تطبيق على الرقم واتس أب 0797-911-911 هذا الرقم بعيده مرة ثانية 0797-911-911 هذا رقم الواتس أب الخاص بمدرية العمليات والسيطرة نستقبل كافة الصور وتسجيلات الفيديو على هذا التطبيق وبالمناسبة أحب أن أطمن الجميع يتم التعامل بسرية تامة مع جميع البلاغات التي ترد إلى هذا التطبيق أي بمعنى حتى زملان في الميدان اللي بنوجههم للاتجاه للملحوظة ما بعرف من اللي بلق هناك ضباط متخصصين للتعاون مع كافة البلاغات والصور والتسجيلات الفيديوية اللي وارد على هذا التطبيق لذلك برجو من الأخوة المواطنين التعاون معنا عن طريق هذا التطبيق وعن طريق رقم الطوارئ 911 واللي بستقبل أيضا رسائل نصية حتى إن شاء الله تمر علينا هذه المناسبة بكل فرح وسرور